بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهار اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصلي على سيدنا محمد في الآخرين وصلي على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد اذكروا نعمة الله عليكم إذ اصطفاكم واختاركم من بين ملايين من البشر وأتى بكم إلى هذا المجلس الذي نذكر فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم إذ اصطفاكم واختاركم لتكونوا من طلبة العلم الذين طبعوا لهم الملائكة أجنحتها رضا بما يصنعون إذ اصطفاكم وجعلكم ممن تحفهم الملائكة وتتنزل عليهم السكينة ويمن عليكم بأن يذكركم في من عنده الحمد لله صلى على النبي كنا وقفنا في الوراة الأخيرة عن ما نقرأه في كتاب الشيخ البوطي عليه رحمة الله من إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وقال لنا فيه إنه هذا الذي يجادلك ويتحدث معك في قضيتي وجود الله سبحانه وتعالى أما أنه واحد من أتنين منهم شي ثالث إما إنه بيقول إن العالم قديم وإما إنه بيقول إن العالم حادث يعني العالم قديم يعني لا بداية لوجوده يعني العالم حادث يعني كان بعد أن لم يكن لهم ثالث ما لهم شي ثالث القسمة العقلية بتاقتضيه إن العالم إما أن يكون قديما أو حادثا ولا ثالث لهما فإن كان الشخص يقول إن العالم قديم هتقوله العالم ده من قبيل الممكنات ولا من قبيل الواجبات ولا من قبيل المستحيلات هل هذا العالم واجب الوجود هل هذا العالم ممكن الوجود هل هذا العالم مستحيل الوجود طبعا مستحيل الوجود من فيل إن العالم أمامناه شايفين هل هذا العالم واجب الوجود يبا هو الله هل هذا العالم ممكن الوجود نعم ممكن الوجود يبا إذا كان هذا العالم ممكن الوجود فالممكن من صفاءه الذاتية أنه يقبل الوجود والعدم زي حضراتك ممكن الوجود كلنا من قدر الممكنات فوجودك في هذه القاعة ممكن ليس واجبا ولا مستحيل وجودك على هذه الأرض مخلوقا لله سبحانه وتعالى ممكن وليس واجبا ولا مستحيل فما الذي أخرجك من حالة العدم إلى حالة الوجود لابد أن يكون هناك مرجح والترجيح بلا مرجح باطل ولا يصح في العقول أن يكون هناك ترجيح بلا مرجح زي بالضبط هذه الزجاجة أنا أول ما جيت زجاجة واحدة حلوة كده ومليانة ولسه مقفولة وواحدة تانية مش معقولة جاي أكيد أكيد في حد شربها متشربش نفسها هاي فهو الحكم العقلي يقوله هذا أن الممكن لا يعمل بنفسه وأظن الممكن هذا أو القانون الإمكان هذا قريب منه القانون التاني للديناميكا الحرارية اللي بيقول أنه الجسم الجسم المتحرك يبقى متحركا والجسم الساكن يبقى ساكنا حتى تؤثر عليه قوة من خارجه فأنت ممكن يعني أنت تقبل وجود تقبل عدم وبالتالي لابد من وجود مرجح لبأ إذن إذا قال إن العالم حادث سنقول له ماذا إن العالم ممكن ولابد لهذا الممكن من المرجح يرجح وجوده على عدمه لأنه تساوي الوجود والعدم بالنسبة لإمكان سواء فيش واحدة منهم تترجح على الأرض فمن الذي رجح وجوده لابد من مرجح طيب لو قال إن العالم لا مش حادث ولا ممكن بل العالم قديم هنقول له إذا قلت إن هذا العالم قديم فلابد أن يكون أوجد نفسه بنفسه لا يصح أن يكون العالم قديم وحادث لنفس الوقت حادث معناها أن فيه موجد أخرجه من حالة العدم إلى حالة الوجود فلا يصح أن يكون العالم قديم محاجس لنفس الوقت فإذا قلت من العالم قديم يعني لا يحتاج إلى إله طيب نحن نرى أنه هذا العالم يحدث فيه تغيرات بينقلب من حال إلى حال ليل نهار شموس كواكب تختفي وتذهب وتجيء حرارة تروح وتيجي كل مفردات العالم متغيرة فمن أين أو كيف حدث هذا التغير أو لماذا يحدث هذا التغير يحدث هذا التغير لأن العالم حادث إن طالما أنه متغير فهو حادث فهو حادث وطالما إنه حادث فإما إنه يكون له موجد أو يكون أوجد نفسه بنفسه ما لهمش برضو ثالث فإذا قلت إنه هذا العالم أوجد نفسه بنفسه يبقى وقعت في ماذا وقعت في الضور لا يصح أن يكون العالم هو موجد نفسه أبدا لأنه علشان يجد نفسه لازم يختفي ويروح يعمل نفسه فهو إزاي هتيجي ما تجيش أبدا لا تصح عقلا فإحنا أبطلنا الآن أو أكلمنا عن بطلان الترجيح بلا مرجح أكلمنا عن بطلان التسلسل الذي هو تسلسل الممكنات في الماضي إلى مال نهاية وقلنا أن هذا باطل لأن الممكنات لا يجوز أو لا يمكن بصفتها الذاتية أنها يكون متسلسلة إلى مال نهاية طيب إذا ما قلتش أنها متسلسلة إلى مال نهاية بلازم لها بداية البداية دي هي العلة الأولى أو الفاعل الأول أو واجب الوجود الذي تستند عليه الممكنات في وجودها واجب الوجود العلة الأولى الفاعل الأول هذا هو ما نسميه أو هذا هو ما يطلق عليه في الأديان الصالح الذي عندنا اسمه الله سبحانه وتعالى لكن لماذا لم نسمي الله العلة الأولى لماذا لا نسميه الفاعل الأول لأن هذه الأسماء ببساطة لم ترف في الشارع وإن كان معناها صحيح يعني كنت تسمي الله سبحانه وتعالى الفاعل الأول صحيح معنا كنت تسمي الله سبحانه وتعالى علة العلة الأولى صحيح معنا لكننا لا نستثيغ وإطلاقها على الله سبحانه وتعالى لأنها لم ترف فيه في الشارع لما نقول لهم هذا المعنى والعبرة بالمعاني وليست بالألفاظ هذا المعنى اللي يتحدثون عنه هو ما نسميه الله سبحانه وتعالى كنا وقفنا فيه قانون العلية او العلية الغائية العل الغائية او العل الغائية العل الغائية والننتقل بعد هذا من برهان التلازم الى الافتياج سنعرض امامك حقيقة اخرى من الحقائق الثابتة بالبداهة المطلقة نقيم عليها برهانا قطعيا اخر على وجود واجب الوجود جل جلاله عن طريق القياس اليقيني الاولي القائم على الاستقراء الاستقراء هو تتبع امور جزئية للخروج منها بحكم كلي ذا الاستقراء وهو نوعان استقراء ثام واستقراء ناقص استقراء ثام زي كده منقول كل اللي بيحضر مجلس الان يولينا رأيه في المسألة الصلانية فكلكم اتكلموا يبقى دا استقراء ايه تام يعني عرفنا كل من نريده ان نعرف رأيه دا استقراء تام طيب لو قلنا هناخد رأي طالب الشيخ العمود كلهم في حاجة معينة وبعدين اللي مالوا الاستبيان نصهم يبقى دا استقراء ايه استقراء ناقص ورئيس استقراء ايه استقراء تام طبعا الاستقراء التام اقوى من الاستقراء الايه استقراء النقص يعني لما يبقى فيه عندك حكم على قضية معينة هذا الحكم ناشئ من استقراء تام لا شك ان يكون اقوى من الايه من الحكم الناشئ عن استقراء ايه عن استقراء نقص هذه الحقيقة هي ما يصح ان مطلق عليه اسم دليل العلة الغوائية او دليل الحكمة والنظام الكوني وإليك بيان هذه الحقيقة ودلالتها في مثال صغير ثم في اكبر منه ثم فيما نحن بصدده من مظهر هذا العالم افرض انك نظرت الى وعاء امامك فوجدت فيه نثار من الالات المختلفة الدقيقة ولما تأملتها جيدا بدأت تدرك صلة انتجام وتآلف بين جزئيات هذه الالات واكتشفت ان لكل واحدة منها مكانا تركيبيا دقيقا من الاخرى فاخدت تجمع هذه الاجزاء الى بعضها وتؤلق بينها وفق هذا التركيب المصممة على اساسك وعندما فرقت من وضع اخر آلة منها في موضعها توجئت بصوت دقيق رتيب ينبعث في حركة مفردة من داخل تلك الالات التي انقلبت الى جهاز متكامل وتأملت فاذا هي ساعة زمنية تضبط خير الزمن وحركته فما الذي تدركه عقب هذا كله انك تدرك بدون ريب ان لكل آلة من تلك الالات الدقيقة غاية جزئية معينة قد هيئت لتحقيقها وان لمجموعها غاية نوعية واحدة هي ضبط الزمن وتدرك مع هذا بدون ريب ايضا ان هناك مدبر وراء دفع هذه الالات الدقيقة الى تحقيق تلك الغاية النوعية العظلة تفرد انك دخلت احدى المطارات العالمية الفخمة ومعك حقائبك التي شغلت بها كلتا يديك ولما دنوت الى الباب الزجاجي المغلق اجئت بكلا مصرعين ينفتحان امامك في حركة تلقائية مجردا حتى اذا دخلت وتجاوزته عاد مغلقا كما كان وبينما انت تشكر هذه المصادفة العجيبة التلقائية ملتفتا الى الباب في دهشة واستبراد اذا به ينفتح مرة اخرى في استقبال قادم اخر نفلك وعندئذ وضعت حقائبك تتأمل فرأيت ان المسألة تتكرر بانتظام كلما جاء قادم ودعت الحاجة ولما رغت تبحث عن حقيقة الابر بدافع التطلع الفكري لديه ادركت ان الباب يرتكز على جهاز خفي من تحته سرعان ما يتأثر عند جتياز شخص من خوفه على نحو يدفع نصراعي الباب الى التجافي والانتتاع وينفتح وينفتح في ذهنك بحكم البداهة ان لهذا الجهاز وحركته وحركته هذه علة غائية هي تسهيل المرور على المسافر الذي قد لا تساعده يده لما يحمل من امتعة لما يحمل معه من امتعة على دفع الباب ولما كانت هذه الغاية الانسانية الرائعة مما لا يمكن ان تسند الى الالات الجامدة التي لا تخس ولا تعقل فقد كان لابد ان يكون هذا التصميم من تدبير بعض المفكرين فهذا المعنى الذي ظهر لك في هذين المثالين ينطبق على كل الامخلة المشابهة فما من مجموعة تركيبية معينة تتنافق في سبيل في سبيل تحقيق غاية تصرب في تحقيقها الا ومن وراء هذه الجملة عقل مدبر في سبيل تحقيق غاية تطرد في سبيل تحقيق غاية تطرد في تحقيقها الا ومن وراء هذه الجملة عقل مدبر واضرب مثلا لذلك جميع الاجهزة المتنوعة المختلفة وجميع ما يسمى بالمصنوعات من البسة وعثات وفرش ودور وغير ذلك فهذه هي الحقيقة البدهية التي يطلق عليها دليل العلة الغائية او دليل الحكمة والنظام في الشيء وهي اصل في مسألة الدليل على وجود الله يقوم على علة مؤثرة ثابتة بالاستقراء الثام او دليل العلة الغائية او دليل الحكمة والنظام بعض الناس يطلق عليه اسم دليل اتصال المنافع اتصال المنافع يعني هتلاقي الكون كله جزئياته متصلة ببعضها مع امتصالها يعني هي وحدة في تعدد وتعدد يؤدي الى وحدة فالماء النازل من السماء هو الماء المناسب للأرض حتى تنبت الزرح مع ان الزرح ليس من جنس الارض والماء ليس من جنس الارض ولا الزرح لكن هذا الماء لهذه الارض ينبت هذا الزرح فهذا دليل اتصال المنافع زير الزرح مسألة اختلاس الانواع وجود زكر وانسة فلو افترضنا ان النظرية تتصور صحيحة مثلا وطبقناها على الرجل على سبيل المثال ففين حواء بقى وازاي تطورت معه بنفس المراحل انتو بتقولوا انه بيحدث بيحدث كده انتقاء طبيعي فهل المراحل التي مرت بها الانثى هي نفس المراحل التي مر بها الذكر هل مصادفة وانتقاء الطبيعة يفعل هذا وبعدين تلاقي انه في اتصال منافع بين الذكر الانثى فالانثى مخلوقة للرجل والرجل مخلوق للانثى لما يحدث تزاوج او شيء يبقى مع انهم منفصلين عن بعض فإيه اللي حصل في اتصال منافع هذا الدليل ايضا بيسموه دلوقتي في الغرب بدليل ايه التصميم التصميم الذاكي التصميم الذاكي نفس الفكرة انه العقله البسيط الذي لم يتعلن قبل بيقول مستحيل وده من عظمة ربنا سبحانه وتعالى انه الدليل على وجوده مع انه سبحانه وتعالى غيب خفي لكن الدليل على وجوده قدام عينك لا تستطيع انكاره بحيث يكون انكار وجوده سبحانه وتعالى مكابرة او عمى عمى بصيرة فالعقل البسيط لان ربنا اعجب على كل الناس الامام به فمش كل الناس هتدخل هارفرد علشان تدرك انه لابد من وجود خالق مش كل الناس دمت كفلتف علشان تدرك ان لهذا الكون خالق وبالتالي هذا الدليل البسيط القائم على انه هذا النظام اللي موجود في الكون يستحيل ان يكون بلا منظم وانه القول بان هذا الكون وجد بلا منظم كالقول تماما لانه في واحد علي تمساعد تركاته ان في واحد جاب حروف لا متناهية من الابجدية ثم ألقاها في هذه الغرفة وجيب بعد عشر سنين لقاها عملة قصيدة من الشعر الجاهلي لوحدها او لقاها عملة رواية من روايات نجيب محفوظ او لقاها عملة قصيدة من قصيد شكسبير اذا كنت حالك نصدق كده فانت ممكن ببساطة تصدق ان هذا الكون وجد بلا منظم او من يصدق ان هذا النظام الكوني وجد بلا منظم بتضطق الشخص الذي يريد ان يصنع طائرة طيارة بوينج مثلا اللي هي تعتبر احدث انواع الطائرات الان فهو هنقول له بس يعني بما انك بتقول ان هذا النظام الكوني وجد على فترات طويلة من الزمن وبعد محاولات متعددة انه خلاص هتحب بلاستيك على حب الحديد على حب اسلاك على حب مية على حب التراب على حب اي حاجة وحطوهم كده في صحرة وتعالى بعد مثلا مليون سنة واكيد هتلاقيهم عمالوا طيارة بوينج بتتسوق بتاعها دليل بسيط بس سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى في القرآن لما يقول افي الله شك عجيبة فوجود ربنا سبحانه وتعالى الخالق لهذا الكون مش محل شك عند اصحاب العقول البسيطة المحدودة اللي هم كل من يطلق عليه اس عاقف يعني اللي هو من ينبوش سريط المجانين يستطيع بسهولة انه هو يدرك ان لهذا الكون خالق افي الله شك فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا عشان تدرك حضرتك عن طريق العملية البسيطة اللي هي تعتبر يعني ايه يفعلها كل الحيوانات الانسان وكل الحيوانات العملية التزاوج البسيطة فانت لازم بالحاجة البسيطة دي اللي هي مسيطرة على امخاخ معظم البشر دلوقتي فبتقول له او القرآن بيقول له هذا الشيء المسيطر على تذكيرك انه غالب الناس اللي هم البعاد عن الله اللي هم اصحبش هوات واعظم شهوة موجودة الانسان ان شهوة هذه الشهوة شهوة العلاقة مع الجنس الاخر فالقرآن بيقول له هذا الذي يسيطر عليك هذا الذي لا ينفك عن تذكيرك ينبغي ان يكون دافعا لك لتعلم ان لهذا الكون صالقا بدليل اتصال المنافع فانت اذا افترضنا انك واحد كفرد وجدت بنظرية التطور مثلا طيب الانسى حواء فين بقى فكلام عجيب طيب 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 المعينة بالتعالف مع الاجزاء الاخرى ورأيت بعد ذلك مجموعة الاجزاء والجزئيات مندفعة الى تحقيق غايات نوعية سامية ضمن ظروف وشروف ضقيقة لو تخلف بعض منها اقل ما يمكن ان يتصوره الذهن من التخلص لما تحقفت تلك الغايات بل لسر الفساد الى جميعها ولو رحت تسرد وتصف مظاهر التنظيم والتناسق الفوضى لا تولد النظام الفوضى لا تولد النظام ابدا وبناء على وجود النظام يعني بداهة وجود منظم حاجات بديهية لكن سبحان الله عقول وقلوب الخلق بتغطل عنها طيب ولو رحت تسرد وتصف مظاهر التنظيم والتناسق بين شقة المكونات التي تراها امامك لضاق العمر كلك عن استقصاء ذلك وتجليتك ولارتد اليك الفكر خاشئا كليلا من روعة التدبير العجيب الذي يذري ضدءا من كهار للدرات الى الارض وشتى ما عليها من مكونات الى السماء وشتى ما فيها من افلاك كلها تسير وفق نظام رتيب لا يتقلب كلها تسير وفق نظام رتيب لا يتقلب وكلها يطوق حول غايات رائعة عجيبة ينتهي معظمها الى فدمة هذا الانسان ومصلحه عشان كده القرآن جاء في آيات عديدة بالأمر بالتفكر وفي أنفسكم أفلا تفسرون ويسيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق وهكذا لأن النظر التفكر سيولد العلم بالنظام العلم بالنظام الذي سيولد تلقائيا العلم بوجود المنظم سبحانه على المرة كنت أتكلم مع واحد ملحد وبعدين زهقني على الآخر أرقني يعني طبعا العيال دول صفحاتهم كلها تهش عليها عليها طبعا صور حب وهيام وحاجات زي وأشعار وكده ويريتها أشعار يعني يريته كلام مرة بتكلم معاه في هذه القضاء فيقول لي لو جبتلي دليل على وجود الله أنا هؤمن لكنه فيش دليل فأنا قلت إيه أنا هقول له كلمة كده وهتيبه وامشي وده سألني معناها إيه هاشرح له فبقول لي ما تدليل على وجود الله وثلوا أعضائك التناسلية رح تسيبوا ماشي كم ما هو أنت ما هو أنت بتحاطب الناس بما يعقلون يعني ده إيه هو هو سبحان الله العيال دي بيبدأ الأمر معهم في البداية أنا أسف طبعا قلت هذا الكلام وإن كان يعني كده لكن هذا هو ما وقع هذا هو ما حدث علاجه مش أنك مش أنك ترد شبهته العقلية علاجه أنك صحي قلبه يعني مش كل الحجج العقلية وحدها كفيلة برد شبهات الملحدين لكن يحتاج دائما أو يحتاج أحيانا مع الشبهات العقلية إلى إلى علاج قلبي علاج نفسي سيدنا الشيخ محمد غزار رحمة الله يقول أنه الإلحاد مرضه النفسي وليس شبهة عقلية كثير منهم لما تيجي تتكلم معهم ويتفضلك شوية كده ويرجع لك بشد ذكرياته تلاقي أنه يا إما أبوه أو أبوها كان بيجبرها على الحجاب مثلا تخليه رد فعل قوي أو عنيف تجاه الدين كله وتجاه كل اللي يجي من الجهة دي أو وهو تلاقيه مثلا اتولك في بيئة كلها أساطير وخرافات تنشيعي مثلا ولا حاجة وكل مولد أو كل موت تسيدنا في عمال يضرب نفسه ينزل دم وبعدين لما ربنا يكرمه ويتعلم ويتنور ويدخل جامعات أوروبية ولا حاجة يحس أنه متخلف عقليا فيقولك إلا أنا كنت بعمله ده أكيد الدين ده كله غلط وهكذا وهكذا فكتير منهم لما يتكلم معك لأن في مشكلة نفسية كانت هي بداية هذا الخيط ومشاكلة نفسية إحنا كبشر كلها لو استمرأناها يعني واحد كده دخل في حالة حزن نتيجة أنه صقت في الامتحان مثلا أو نتيجة أنه أي حاجة أي حاجة ساب شغله ترفض جزهة الله أي حاجة وبعدين الحزن جميل على النفس يعني إيه بيريح النفس فالواحد استمرأ هذه الحالة وقعد يستدعي مواقف المواقف التي تدعوه إلى الحزن ويقعد بقى يعني عايز يبكي ويعيط ويحاول ينسل الدموع مرة بعد مرة طبعا بالنسبة للرجال أو بالنسبة للسكتر المسألة دي ما فيهاش مشكلة الدموع سهل على الأخير فإيه إذا حبينا حالة الحزن دي هتقلد من حالة إحنا بتفرغ بعض الطاقة السلبية الموجودة عندنا إلى حالة من الاكتئاب الحقيقة وتصبح بعد ذلك حالة ملازمة للناس فهو الأمراض النفسية أو الصفات النفسية اللي موجودة فينا كبينئدين بهذا الشكل إذا ما رب بتهاش في البداية ودافعتها وحاولت أن تخلص نفسك منها هتلاقي إنك يعني للأسف تحولت إلى كتلة إلى بني آدم حزن يمشي على الأرض أو اكتئاب يمشي على الأرض أو شبهات تمشي على الأرض أو شهوات تمشي على الأرض أو نميمة تمشي على الأرض أو غيبة تمشي على الأرض وهكذا المعصية سيطارت عليه فتحولت إلى إنسان مش إنسان عنده معصية لا إنسان هو تجسد في هذا الفساد العريض والعياذ بالله فلذلك اليقظة مهمة اليقظة مهمة جدا تجاه النفس إنك تشوف التغيرات التي تحدث في نفسك طيب علشان تشوف التغيرات التي تحدث في نفسك وهي تحدث ببط وهي تحدث على فترات وهي تحدث مش مرة واحدة مش بطفارات ولكن بالتدرب علشان تراقب هذا محتاج إلى إلى قلب يقز أو إلى صحبة صالحة تنبهك فلما يكون عنده قلب يقز أو صحبة صالحة إلا يحصل هتلاقيك أول ما بدأت على طول تنحرف أو الخط بتاعه كميل ولو شيء بسيط بينبهوك حتى تستطيع وبتنبه قلبك أو قلبك بينتبه فترجع تلقائيا عشان كده ربنا سبحانه على شرع شرع التوبة ما معنى التوبة؟ التوبة هي إرجاع لحالة الانحراف عن الخط المستقيم إلى حالتها الطبيعية بدل من تكده ماشي خط المستقيم وانحصل انحراف ولو نص ملي فعلى طول توبة فبارجع تاني الخط المستقيم أخطأت فتوبة تاني وهكذا هفضل كده الحال دي مموت انحراف فتوبة انحراف فتوبة انحراف فتوبة ثم يتوب الله عز وجل عليه إن متوا على الطاعة لكن انحراف من غير توبة هتلاقي خط المستقيم بقى خط منحرف تماما حتى الواحد فينا ينكر نخل بعد سنوات يقول لك انا مكنتش كده انا مش انا انا مش عارقني انا تبدي مني خط المولان تتأمل في الارض فتجد ان لها وزنا معيلا يمدها بقدر معين من الجاذبية وتتأمل في هذه الجاذبية فتجدها مقدرة بالقدر الذي يقيم الانسان في حياة منطلمة عليها فلو زاد وزن الارض لزادت جاذبيتها ولو زادت جاذبيتها لما استطاع الانسان ان يتنقل عليها وللتسق بها فما يملك الا ان يجر نفسه عليها جرا ولو قل وزن الارض لقلت الجاذبية ولما امكن الانسان ان يستقر عليها كما يريد ولما امكن الانسان ان يستقر عليها كما يريد ويدلك هذا بوضوح على ان لالارض غاية هي ان تكون قرارا ومهادا للانسان يجد عليها مستقره الامن وسبحان الله العظيم صدق ربنا حين قال انما يخشى الله من عباده العلماء العلم كل يوم لما يكشفين عن دقة التنظيم في هذا الكون وانه هذه الجاذبية التي هي على الارض او هذا القرب من الشمس او هذا القدر من البعد عن الشمس او هذا القدر من البعد عن الكواكب الاخرى او كل هذه الحسابات الفلكية الحسابية الدقيقة لتثبت وجود منظم لكن سبحان الله ايضا لان الهدى هدى الله الهدى هدى الله هذه الحسابات الفلكية لشدة دقتها ولشدة انتظامها عليكم السلام ولشدة انتظامها ولعدم تخلفها يركن اليها الانسان بجهله فيظن انها فاعلة بنفسها فينسب اليها قوة ذاتية بدل ما تكون دليل اقوى على وجود المنظم ينسب اليها الانسان الفعل فالمرأة بتورد انها امرأة الشمس بتطلع لانها الشمس هي كذ وهكذا فينسب الانسان الافعال الى من من غير الله سبحانه وتعالى نعم وتتأمل في عينك الباصرة فتجدها في جملكها وتفصيلها قائمة على ادق قوانين الرؤية التي لا يزال يحار العلماء في فهمها ثم تنظر فتجد قوانين الضياء في الكون قد مهدت لها وعبدت لها الطريقة من قبل فلا تشك فلا تشك في اجتماع هذه وتلك على غاية معينة هي ان ترى بهذين الثقبين العالم المرئي اجمع ويتجسد امامك هذا المعنى عندما تستمع الى اي عالم وهو يصف لك دقائق العين مثلا وكيفية تركيبها تجده لا يفتأ يستعمل لام التعليل في كل جملة من كلامه فتجده يقول عن الاعصاب الممتدة من المقه الى العين انها متصلة بها لتنقل الى الرطوبة الجليدية فيها اخبار الصور القادمة فترتسم فيها وانما كانت العنابية تلك القشرة السوداء التي تحت القرنية ملونة بالسواد لتحصر الاجسام المشفة وراءها فلا ينتشر ما حصل فيها من الضياء وانما كانت القرنية محجودة محدودبة محدودبة لتتجمع فيها الصور الى اخر وهكذا فان الباحث لا يستطيع ان يحلل ويصف دون الاستعانة بلا التعليل ولكن ما الذي يسوقنا الى هذا التعليل الذي هو من اعقل عمليات الارادة والادراك ايتصور العقل ولو نحظة واحدة ولو لحظة واحدة ان تكون مجموعة تلك الرقوبات والنجوجات والاعصاب هي التي تريد ثم تربط وتتوسط وتعلل وتتأمل في رئتك فتجد انها منسجمة مع نسبة مولد القموضة في الجو حتى لو ازدادت او نقصت لما تهيأ لك الشرط الكامل للحياة فلا تشك ان هذين المظهرين يلتقيان لتحقيق غاية متعلقة بتحقيق كامل الاسباب لحياتك وتتأمل في ذاتك وما اودع فيها من القوى المدركة وانت جزر من هذا الكون كما تعلم فتجد انك قد اعطيت سلاحا لا ينتهي العجب من شأنه ولا يطف عقل العالمين كلهم على حقيقته وتتأمل فتعلم ان لوجود هذه القوى غاية معينة هي ان تسخر بها كل ما تراه حولك من مظاهر المكونات وان تمتلك بها مقاليد الاستفادة منها وان تسبر غورها وتصل الى جذورها وقوى الفاعلية فيها وقص على هذا الذي ذكرته لك سائر مظاهر الكون المختلفة التي تراها او يصل فكرك اليها فسترى انها جميعا تسير نحو غايات معينة تمد هذا الوجود باضط صور التناسق والتنظيم وتمد الانسان بالرحمة والقدرة على كل ما هو بسبيله من شؤونه المختلفة اذا علمت هذا فلا مناص من ان تستيقن ما يليد كما اننا نقول ان ظهور العلة الغائية في الاجهزة والمصنوعات الانسانية المختلفة دليل قطعي على وجود مدبر صممها على هذا النحو اذ لا تنبك الاجهزة الجامدة وان تفكر الكثير بنفسها نحو غايات معينة فان ظهور العلة الغائية في هذا الجهاز الاعظم الذي هو الكون بهذا المظهر العجيب دليل قطعي ايضا على ان من ورائه مدبرا له يدفعه في طريق غاياته هذه وهي غايات لا يمكن ان تلتقي اجهزة البشر كلها متعاونة على استهداف مثلها هذه الحقيقة الواضحة التي تشكل برهانا يقينيا اقر على وجود الله جل جلاله والتي يسميها الغربيون العلة الغائية وعلماء الكلام دليل الحكمة والتناسق او يسمو دليل العناية او يسمو دليل اتصال المنافع كل دي اسماء لمسمى واحد هي التي يظل القرآن يوجه العقول اليها باساليب رائعة مختلفة يفهمها الناس على اختلاف مستوياتهم وتقافاتهم وهو برهان يخرس السنة الملحدين ويسد دونهم منافذ الحي لكلها مين شاف فيلم العلامات يا شباب فيلم العلامات The Science مين شاف او ياريت نشوف ياريت نشوف فيلم مهم جدا غير ان من اراض الله عز وجل ان يحيق به عقابه الخالد اذ لم يشكر نعمة العقل الذي في رأسه فيستعمله في البحث الحر يجعل عقله في غطاء من هذه البراهين البداية القطعية كلها ولذلك لا تعجب ان تجد قائلا منهم يقول ان كل ما تقوله يحتمل ان يكون بمحض الصفة ويذهب بمحض المصادفة ويذهب يمثل كيف ان ذلك يحتمل يحتمل ويحتمل فيقول انما لو نفرنا كمية كبيرة من الحروف المطبعية على صفح فسيح املا في ان يتشكل منها ديوان شعر لمثل هوميروس او فيكتور هوجو وتكررت هذه المحاولة سنوات طويلة تقدر بالملايين فربما يحصل في كل مرة او مرات من نفر تلك الحروف تشكل جزء من تلك الفصائد ثم جزء ثم جزء جزء اخر وهكذا حتى يكتمل الديوان خلال الزمن الطويل ذات فانت اذا تأملت في هذا الكلام وجدت الرجل يهدي بما لا يعقل بل انك لا تعجب من ان يصل به الهديان وهو يصطلع البحث والفكر الى هذا الحد ولانقل لك في تصوير هذا الهديان ما يقوله تعقيبا عليه العلامة الاستاذ مصطفى صبري في كتابه موقف العقل الشيخ مصطفى صبري اخر الشيخ اسلام في الدولة الرثمانية عمل كتاب عظيم جدا ان شاء الله ربنا يسر ونقرأه كتاب موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين مش بيتكلم بس عن رد الشبهات الالحالية المعاصرة فقط ولكن بيتكلم عن منشأها فبدا يتكلم عن استعمار الغرب بدا يتكلم عن تفريط العلماء يتكلم عن الازهر الجديد وماذا حدث من تخريب في الازهر تسبب فيه انتشار الرحاد وهكذا انه لا ينتشر الرحاد الا بضعف العلم الاسلامي انت الرحاد مش قوي الفساب مش قوي هش بذاته فمعنى انه بينتشش انه في ضعف عندنا ايه مصدر هذا الضعف علجوا اربع مجلدات كبار ماشي تفضل يرد عليه بان عدم الانتظام لا يتحول بنفسه الى نظام ولو دام الف الف عام بل يزيده الدوام تشوشا وارتباكا ولا يجديهم نفعا تصور احتمال تشكل جزء من قصائد الديوان في كل فترة اذ لا يكون من حقهم ان يفرضوا حفظ الجزء المتشكل ونفر ما عداه في المرة الثانية حتى يتشكل جزء اخر وهكذا الى ان يتم شكل الفصائد كلها بل يلزم ان يفرض في كل مرة نثر جميع الحروف المنثورة في المرة الاولى الشاملة لحروف الجزء المتشكل فينقض في المرة الثانية من تضب في الاولى وان كان في الامكان تشكيل جزء اخر فسينتقد هو الاخر في المرة الثانية ولو لم نقرض هكذا لكان حفظ الاجزاء المتشكلة في اي مرة وحصر تكرار النطر في الباقي بعد تلك الاجزاء نظاما مقصودا فيلزم خلاف المفروض الذي هو عدم القصد الى النظام وليس هذا هو مبلغ هدايانهم العجيب بل انهم لا يشتطون عن ذلك الى انكار ان تكون العيون مخلوقة فينا للإبصار والآذان للسمع والعقل للتفكر والفهم اذ لو لم ينكروا ذلك لنزم عليهم القول بانهم مخلوقة لعلل بانها مخلوقة لعلل غائية وتكون حينئذ مصنوعة لهذه الفائدة من قبل صالع فعل ذلك عن ارادة فيتهربون عن هذا اللزوم ولو كلفهم ذلك ان ينهضوا باعباء مكابرة لا يتصورها العقل فتراهم يقولون ان العين التقت مع الابصار بمحد المصادفة والتقت الاذن بالسمع بمحد المصادفة ايضا والتقى هذا المقف في جوف الرأس مع الفكر بمحد المصادفة ايضا وانا اقول لعمري ولعمري الحق ان هذا الهذيان نفسه من ابلغ البراهين الناطفة بوجود الله علشان كده الانبياء عليهم السلام عندما اتوا لأقوامهم ما كانوش بيركزوا على فكرة وجود الله بقدر تركزهم على صفات الله يعني ما كانوش بيقضوا وقت طويل في نقطة اثبات ان لهذا الكون خالقا ابدا ولكن كان معظم جدال الانبياء مع اقوامهم في حتة صفات هذا الخالق وهل يصح ان يكون جمادا لا حياة فيه اذا كانوا بيعبدوا الاصنام او هل يصح ان يكون غائبا اذا كانوا بيعبدوا النجوم او محدودا اذا كانوا بيعبدوا النجوم والكواكب ايضا وهكذا فالحديث كله مش عن وجود المدبر سبحانه وتعالى اثباته ولأجل ان العقول بنفسها لا تستطيع الوصول الى خالق هذا الكون ايضا لان العقل بمفرده يستطيع ان يصل الى اثبات خالق لهذا الكون زي ما قلنا ببراهين عقلية بسيطة ان هذا الكون من جملة الممكنات ولا يصح ان يكون او يوجد الممكن بلا مرجح ان هذا الكون فيه نظام ولابد ان يكون لهذا النظام من منظم دي حاجة فطرية بديهية بسيطة جدا طيب من هو هذا المنظم ما صفاته ماذا يريد منا علاقتنا به كيف تكون علشان كده ربنا بعث من الانبياء لانه هذه الامور او الاجابة عن هذه الاسئلة لن تكون ابدا بمحض العقل النبي يجي يقول لك صفات الله الواجد اتجاه ربنا سبحانه وتعالى يجي يقول لك قوانين تشريعية تسير عليها يجي يقول لك ما الذي سيحدث بعد موتك لان كل هذه الامور لا يتقل العقل بادراكها وانما العقل يستطيع بمفرده ان يثبت وجود الله سبحانه وتعالى فقط والماتوردية بيقولوا ان يستطيع ان يصل بمفرده الى اثبات الوحدانية ايضا الوحدانية صفة من صفات الله فبيقولوا ان العقل كمان يستطيع ان يصل بمفرده الى ان هذا الكون واحد خالق هذا الكون واحد خالق واحد فلأجل هذا لأجل التعرف على صفات الله سبحانه وتعالى بعث الله عز وجل الأنبياء حيث لا تستطيع العقول بمفردها أن تصل إلى هذا فما كان للعقل أن يتعطل عن الاتداء إلى أغضح ما هو واضح أمامه ولو أن سيره إلى فهم الأشياء كان بشكل آلي مجرد أما وقد تعطل عن الفهم رغم وجوده ووجود كل مقومات الفهم بعد أن جنح صاحبه إلى الإلحاد في ذات الله واستكبر عن التأمل المنصف فإنه لأبلغ دليل على أن هذه القوة إنما هي من تدبير فاطر حكيم أوقفها عن الإنتاج في رأس هذا المستكبر جزاء للتكبار وتحقيق لسبب عقابه القالد يوم القيامة فإذا تأملت في هذه البراهين التي عرضناها أدركت أن كلمة الإلحاد لا تعني شيئا أكثر من مخاصمة العقل مهما كان نوع هذا الإلحاد ومنبعه هو دايما كده سبحان الله العظيم أهل الضلال والفساد والكفر والعناد بيعملوا بهذا المثل السائر اللي هو رمتني بدائها وانسلت وهو الفاسد بيفكر أن كل الناس فسد زيه فهو لأنه بيخاصم بديهيات العقل بديهيات العقل الإلحاد يخاصمها ولأنه تلبس بهذا ووقع في هذا وهو يدرك في عقله الباطن هذا علشان يسفى عن نفسه هذه التهمة يعمل إيه يرمين احنا بقلة العقل يرمين احنا بالتخلف يرمين احنا بأننا ماشيين كده مغموضين وراء أي حد بيقولنا كده وهكذا فهو سيء على طول عمل يوزع تهم العقلانية والعقلانية عن الناس بحسب أهوال فإذا تأملت في هذه البراهين التي عرضناها أدركت أن كلمة الإلحاد لا تعني شيئا أكثر من مفاصمة العقل مهما كان نوع هذا وهتقل المتاجرة بالعقل بقى يعني ايه هو يقولك انتوا بتجرب الدين مثلا أو بتستغلوا الدين فهما بيتجرب الايه بتجرب العقل فاتليه بيوزع تهم العقلانية على من يريده من الناس وهتلاقي أن الجماعة دولة درجات في استخدام كلمة العقل وبعدين لما الموضوع يزيد معهم أوي ويقبر معهم أوي هتلاقيهم بدأوا يؤلهوا العقل عقل مين؟ عقله هو طب منا كمان عندي عقل ولكني لا أقبل كلام كثير فالعقل في حد ذاته ليس قيمة مجردة لذلك احنا بنقول أنه الذي يحسن ويقبح وليست هي العقل ولكن الذي يحسن ويقبح الشرع الشريف ليس عقلي والعقلة لأن عقلنا من أين يأتيها الحصن والقبح من نفسها يبقى دوف يبقى لازم يأتيها الحصن والقبح منين من الخالق سبحانه وتعالى الذي خلقها والذي حدد لها ماذا تفعل وماذا لا تفعل مهما كان نوع هذا الإلحاد ومنبعه ومهما كانت فلسفته أو دوافعه ولكنك لا تجد في أنواع الإلحاد أوغل في المكابرة أوغل في المكابرة والمخاصمة للعقل من ذلك النوع الذي يقوم على الفلسفة المادية التي تدعم أن المادة هي أم الوجود وأبوها وأن جميع مظاهر كونه إنما تنبعث وتتصاعد عن طريق تلاقي المتلاقضات وتقارعها حيث يتغلب الأفضل ويذهب الآخر جفاء وهي فلسفة نمت وترعرعت يوما ما في جهة من جهات العالم ثم إنها قبت وذوت وبمحلت وتقوض بناؤها الفكري الذي كانت قد أقيمت فيه ولن يبقى إلا هيكل سياسي مجرد يمسكها وتمسكه ذا كان موجود قامت دولة كاملة في القرن العشرين اللي هي الاتحاد السوفيتي على فكرة المادية الجدلية على فكرة الإلحاد ولم يمت في التاريخ من البشر بقدر من مات على يد هذه الدولة عدد البشر اللي قتلوا نتيجة هذه الدولة وسياسات هذه الدولة يعني يمكن ما حصلش في تاريخ البشرية كله ويرجع يقولك العنف في الإسلام أو الأديان هي تاب العنف أو إن الإسلام هو دين الإرهاب أو إن الإسلام هو دين القتل وتيجي تشوف عدد اللي ماتوا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها من المسلمين والكفار ما تعدوش الألف في كل معارك الرسول صلى الله عليه وسلم ومعظمها كانت معارك للدفاع عن النفس فالحمد لله رب العالمين هذه الدولة انزوت وخلاص ودى الوقت حتى بعد ان الاتحاد السوفيتي سقط بدأوا يبنوا الكنيس تاني ويبقى يدوا حرية دينية إلى حد ما طبعا المسلمين شكوا ويلات في الاتحاد السوفيتي لكن للأسف ما زالت هذه الدولة لها أيتام في العالم الإسلامي أيتام اللي يسمونهم أيتام اليسار حزاب اليسارية في العالم الإسلامي ما زالت مع ان النظرية بتاعتها فشلة نظريا ورد عليها مع ان دولتها فشلة عمليا وهذه الدولة مع انها بقت فترة من الزمن لكن كان بقاءها مرتبط بتبضيقها للنظرية بقدر ما بقاءها كان مرتبط بتخليها عن بعض أجزاء هذه النظرية يعني هما مطبقوش الشيوعية الكاملة في أي وقت من الوقت لكن كل ما كانوا يتخلوا عن جزء من النظرية كانت تديهم دفع إلى الأمام فتستمر سنة أو سنتين أو ثلاثة كمان وهكذا فبقاء هذه الدولة قام على أو قام أو كان قائما بمقدار تخليهم عن النظرية فنظرية نظريا فشلين وعمليا فشلوا والحمد لله ومع ذلك في ناس ما زالوا مؤمنين بهذه الأفكار الضالة نعم ولم يقى إلا هيكل سياسي مجرد يمسكها وتمسكه يمسكها لتكون الركن المثبت لهم وتمسكه ليكون البوق المؤيد لها أو بالمناسبة معظم الناس يتعانوا في الدين صراحة فيعلنون مثلا أن الأذين دي خرافة أو الناس اللي يتعانوا ما عندهم شعني لسه القدرة والكذا على أنهم يصلوا لهذه المرحلة يتعانوا في بعض أحكام الإسلام مثلا أو ببعض الأحيان يظهر خوفه على الإسلام فيقول لك إحنا عايزين نحمي الإسلام من رجال الدين أو نحمي الإسلام من سطوة الفقهاء أو كده شعرات جميلة فيلبس ثوب التجديد وعايزين إيه يجبديده الإسلام كل الناس اللي لما تيجي حضراتك تدور عن تاريخهم أتليهم كلهم كانوا يساريين قداما نعم وهذه الفلسفة محجوجة على كل حال بكل تلك البراهين التي ذكرناها ثم هي محجوجة بعد ذلك بأوضح المسلمات البدهية بأوضح المسلمات البدهية التي تقوم على معارضتها ومخاصمتها ونحن نناقش هذه الفلسفة في كلا فرعيها المعروفين عند أربابها باسم المادية الجدلية والمادية التاريخية طبعا الشيخ هيختصر هنا الكلام اختصارا الشيخ لي كتاب كبير قد الكتاب ده اسمه نقضة أوهام المادية الجدلية في حجم هذا الكتاب ومذيت الشيخ إنه هو بيناقش هذه الأقوال الفلسفية بأسلوك بسيط قريب من العامة أو قريب من طلبة العلم المتدئين أمثالنا كده وهذا يدل أيضا على إن الشيخ ما شاء الله هاضمها كويس أو هاضم النظرية كويس لأنه بمقدار ما تستطيع التعبير بسهولة عن أفكارك بمقدار ما يدل على إنك هاضم الفكرة كويس علشان كده أسطوب واحد زي السيوتي سهل لحد دلوقتي أسطوب واحد زي الشيخ أبو حامل الغزالي سهل لحد دلوقتي وهكذا بمقدار ما تسهل التسهيل مش دايما معناه السطحية ولا كذا لكن الشيخ الحمد لله يعني ذاكر كتبهم كويس ورد عليها في الكتاب الضخم اللي هي اختصر لنا في بعض جوانب الآن هناخد منها فقط ما يهمنا ونبدأ بمناطقة القرع الأول منهما فنقول إن من المسلمات التي يؤمن بها العقل أي أن كان الرأس الذي هو فيه أن النقيضين لا يجتمعان في وقت واحد ومكان واحد ولا يتولد أحدهما من الآخر فالسواد واللاسواد نقيضان ومن ثم فإنهما لا يمكن أن يلتقيا في زمن معين واحد بحيث يصدق في لحظة من اللحظات أن يتصف ذلك المكان المعين بكل من السواد المظلم والبياض المشرق معا ولذلك لا يمكن أن ينشأ السواد المظلم من جوهر البياض المشرق إذ هو يستلزم في الحقيقة تولد الشيء من نقيضه وانتقاؤهما معا ولوللحظة واحدة وهو ظاهر الاستحانة ومن المعلوم أن المادة التي هي موجود جامد لا يحس نقيض الروح التي هي موجود يشعر ويحس فإذا زعمنا أن أصل الحياة التي في الكون بل أصل الموجودات كلها الاشكالية هنا أن الملحد إذا أنكر وجود الله سبحانه وتعالى فإذا قدامه مشكلة كبيرة قوي عقب كأود مش يعرف يعديها وهي إزاي الحياة بدأت لازم يجاوب عن السؤال ده طب أنا إزاي جيت لازم يجاوب عن السؤال ده وإن حاول أن يخفي هذه الإجابة أحيانا أو حاول أنه هو يعني يتغافل عنها أحيانا لكنها في لحظات تتلح عليها خاصة من المشتغلين منهم بالفلسفة المشتغلين منهم بالفلسفة النظرية مش العملية هتلاقي لابد أن يبحث هذه المسألة من الناس اللي حاولوا يجاوبوا عن السؤال دوت من أين أتينا وكيس بدأ العالم الجماعة اللي هم الماديين الذين يقولون أن الأصل هو المادة طب المادة دي إزاي جات والعالم نحن نجد أن فيه متناقضات فهل بدأ هذا العالم من شيء واحد اجتمعت فيه كل هذه المتناقضات طب فإذا زعمنا أن أصل الحياة التي في الكون بل أصل الموجودات كلها إنما هو المادة فمعنى ذلك أن الحياة التي تسري في أبدالنا إنما هي ناشئة من المادة الجامدة التي تناقض الحياة ولا مفر لدى البحث عن أي معنى عن أي معنى لهذا الكلام من فهم أحد معنيين فقط لا ثالث لهما فإما أن يكون المعنى هو التزام أن بين المادة الجامدة والحياة تناقضا وأنهما مع ذلك تلاقيا بل كان الأول منهما منشئا للثاني وواضح أن هذا المعنى مكابرة عجيبة للعقل وإما أن يكون المعنى أن المادة ليست كما نظن نقيضا للحياة بل هما يلتقيان في حقيقة جوهرية واحدة وإذن فلماذا يصرون على أن أصل الحياة هو المادة ولا يقولون أن أصل المادة هو الحياة وما الفرق بين التعبيرين ما دامت المادة ليست على هذا المعنى نقيضا للحياة بل تلتقي معها في جوهر وفي صعيد مشترك ويبقى هذا السؤال بلا جواب مدام أنه لا يوجد بين الماديين أو في فكرهم مدام أنه لا يوجد بيد الماديين أو في فكرهم أي دستور يوضح العلة في أن الحياة هي التي نشأت عن المادة وليس العكس ويصبح القول ويصبح القول بأن المادة هي أصل الحياة كلاما اعتباطيا مجردا لا يقوم على أي برهان أو مرجع يعني إحنا بالمشاهدة الآن أمامنا أمران بينهما تناقض الأمر الأول مادة جامدة لا تحس ولا استحرك ولا تعقل وعندنا كائن حي يحس ويتحرك ويعقل ويسمع ويبصر ويتحدث ويمشي ويروح ويجي الاثنين دولت الاثنين دولت كده في بينهم تناقض في المعنى مادة جامدة وكائن حي هو بيزعم أنه الأصل هو هو ماذا المادة هذه فإحنا بنقول له لماذا لا تكون الحياة هي أصل هي أصل الموجودات وليس في المادة فكونك تختار حاجة عن حاجة ما ده ترجيح بلا مرجح أو تحكم بيسمونه تحكم انت اخترت دي بس كده لمجرد ده السياسة من غير دليل وانت لا عندك دليل على دي ولا عندك دليل على دي ماشي وهكذا يبدو لك تهاكت فوله المادة مصدر الوجود كله سواء فسرته على المعنى الأول أم على المعنى الثاني ولن تجد له أي معنى ثالث إطلاقا ثم أن هذه الفلسفة محجوجة بعد ذلك بواقع التجربة الملموسة فإذا كانت الحياة ليست إلا ثمرة لانتمار المادة الجاملة فلماذا لا يفهمون سر الحياة ولماذا لا يوجدون الحياة عن طريق التفاعل الكيميائي ولماذا لا يقفون على العناصر المادية التي تكونت بتآلفها الحياة لقد انتدت أفاق العلم حتى حوى دقائق المادة وأسرارها وذرافها لما تجي بقى تقول لهم الكلام ده هتفاجأ انه بيؤمن بالغيب يعني هو بيقول لنا انتم ناس يقول لكم خرافية ليه لأنكم كل حاجة تقول لك ده غيب ما نعرفوش الله أعلم يقول لك حقيقة الله الله أعلم ما نعرفش الأنبياء لم يخبرونا فيعتبر انه هذه الإجابة تخلف ورجعية وخرافة فلما تيجي بقى حضرتك تقول له هذا الكلام لما تقول له انه اذا كنت بتقول انه المادة هي أصل الحياة العلم اللي رأسي تقدم فلماذا لم يتعرف العلم حتى هذه اللحظة على أصل الحياة لك ما هو العلم هيكتاشف العلم هيعرف وهي تقدم وهيوصل فيهم من الأيام فتلاقي ده اسمه ايه هو ده عين ما نسميه الإيمان بالغيب لكن احنا بنؤمن بالله الخالق وهو بيؤمن بايه نؤمن بالعلم هم حتى بقول له كيف اصبح الإيمان دي العلم دلوقتي العلم التجريه اصبح الدين دلوقتي يعني في علماءها هم الأنبياء يعني ما يقوله عالم الأحياء منهم أو ما يقول عالم الفيزياء منهم أو الفلك منهم كأنه كلام نبي حتى وإن كان الكلام الذي يقوله هذا الشخص خارج نطب تخصصه يعني ستيبن هوكينجرام يتكلم في حاجة غير الفيزياء خالص يتكلم في الفلسفة ويعك الدنيا ويواقض القوانين البداهية اللي بتعلمها طلبة أولى فلسفة في أي كلية هو عنده كلام ستيبن هوكينج هو المصدق ده معنى إيه؟ معنى أنه اعتبر أن ستيبن هوكينج زي النجل عشان كده ربنا بعتنا الأنبياء لأن الإيمان بشخص الله يكذب فطرة بشري وعشان كده فيه غيب لأن الإيمان بالغيب فطرة بشري دايما كده فيه حاجة لازم يكيب فيه حاجة غمضة كده في العقل يحاول الوصول إليها فإنت لو ما أمنتش بالغيب الحق بالأنبياء المعصومون بحق بالله الحق هتلاقي نفسك استبدلت الأنبياء الذين لا يكذبون المصدقون بولماء الفيزياء والفلك الذين يقولون الصدق دائما لو حارك ما أمنتش بالغيب الحق الذي جاءت به الأنبياء هتلاقيك دايما بتحيل على غيب باطر وتنسبه إلى باطر لو ما أمنتش بالإله الحق هتلاقيك بتخترع إله إما إن يكون نفسك أو العلم أو أي حاجة فالإيمان بالله بالنبوات بالغيب أو بالمعات فترة بشرية هتلاقي لذلك كل البشر عندهم الثلاثية دي لكن بعضهم بحق وبعضهم بمطر فقد امتدت أفاق العلم حتى حوت دقائق المادة وأسرارها وذراتها وحتى استجل العلم دقائق الذرة نفسها ومكمن الطاقات التي فيها فكيف نعقل أن ينبسط سلطان العلم إلى هذا الحد فيما يتعلق بالمادة التي هي المنشأ والأصل ثم يتقلص سلطانه كل التقلص ويفقد فقدانا مطلقا فيما يتعلق بالحياة التي هي ثمرة وفارة وأن صدق إنسان أن عالما وقف على التحليل الدقيق لشجرة من أدنى جزعها إلى أعلى ورقة فيها فلما أرد أن يعلم علما عن ثمارها استغلقت عليه ولم يفهم منها أي شيء ولعلك تقول فما أدرك أنهم لم يبحثوا عن الحياة ولم يفهموا شيئا عنها والجواب أن كلمة علماء العالم كلهم قد اجتمعت على أن العلم لم يتوصل إلى فهم شيء عن حقيقة الحياة فظاق الفلكيين والفيزيائيين بيحترم نفسهم ويحترم تخصصهم لما تيجي تقول له هل توصل العلم إلى وجود الله حتى أن كان موينة إجابة هذا السؤال ليست في الفلك ليست في الفيزيا وإنما في الفلسفة هو شخص بيحترم نفسه مش بناء على أبحاثي المعملية أقدر أقول فقط الله موجود أو غير موجود إجابة هذا السؤال ليست عند عالم الفيزياء ولا عند عالم الكيميا ولا عند عالم الفلك إذا كان بيحترم نفسه إجابة هذا السؤال في الفلسفة أو في البحث في الإلهيات أو في الأديان وأن موضوع الروح يدخل ضمن القضايا الغيبية التي لا سلطان للعلم عليها فأول الذين اعترفوا بهذا الجهل أنجلز زميل ماركس في وضع الفلسفة المادية وترويجها فهو يقول في كتابه أنت ظهر ما نصه إنه يقصد العلم الطبيعي لم ينجح بعد في إنتاج الهيولة البسيطة والأجسام الأحينية الأخرى الهيولة يا جماعة هي أصل مادة الكون الهيولة هي أصل الكون أو العنصر الأولي أو أصل المادة الهيولة وهنقولها إن شاء الله لنبدأ في الانتباهات عندنا في أول مبحث حديث عن الهيولة والصورة لم ينجح بعد في إنتاج الهيولة البسيطة والأجسام الأحينية الأخرى من العناصر الكيميائية وبالتالي فإنه ليس في مكنة العلم الطبيعي حتى الوقت الراهن أن يؤكد شيئا بخصوص أصل الحياة ثم مرت دمن وتقدمت العلوم وجاء عام 1959 حيث ارتفى ستة من أئمة علماء الشرق والغرب المختصين في مدينة نيويورك على مائلة مستديرة للتعاون في سبيل فهم شيء عن أصل الحياة ونشأتها على ظهر هذه الأرض وكان فيهم العالم الروسي أليكزاندر إيفانوبيتش أوفارين أستاذ الكيمياء الحيوية بأكاديمية العلوم السوفيتية وأفضل المهتمين بأمر نشأة الحياة وانتهى المؤتمر كما بدأ دون أن ينتهي المؤتمرون إلا إلى مزيد من التأكد بأن أمر الحياة لا يزال مجهولا ولا مطمع في أن يصل إليه العلم يوما ما وكان أول من صدق على هذا ذلك العالم الروسي نفسه ومجمل القول كما يقول الدكتور أدور عبد العليم أن العلم لم يتوصل بعد إلى كشف هذا السر الأعظم المعروف بالحياة كما يتضح أن هذه المشكلة هي أبعد مدى من أن تكون مجرد بناء مواد عضوية معينة وظواهر طبيعية وكيميائية خاصة وتقتضي الحكمة الإلهية العظيمة أن تزداد هذه الحقيقة تأكدا ووضوحا على لسان العالم الروسي بالذات ففي العام المذكور 1859 تنقلت وكالات الأنباء وفي مقدمتها وكالة الأنباء السوفيتية تاس ما يلي أعلن أليكزاندر أبارين رئيس معهد الكيمياء الحيوية في روسيا بعد أن ظل يقحى 37 عاما في أصل الحياة وفي البحث عما إذا كان من الممكن إيجاد الصلية الأولى عن طريق تفاعل كيميائي أن الحياة لا يمكن أن تبدأ من العدم أو أن تتوالد من التفاعل الكيميائي والتوالد الذاتي وأن العلم لا يمكن أن يقوض كيما وراء حدود المادة فأي معنى يبقى بعد أنه مش شغلة العلم باختصار الإجابة عن هذا السؤال مش شغلة العلم كيف بدأت الحياة مش شغلة العلم وإنما شغلة مين شغلة الأنبياء العلم لن يستطيع أن يصل خارج حدود الشاهد يعني هو حدوده في العمل الشاهد لكن الغائب خارج سلطان العلم مش مجال بحثه أصلا وبالتالي العلم إذا خرج من هذه الدائرة التي حدثت له إلى دائرة أخرى هاتخبط لأن معرفة حقيقة الروح معرفة الغيبيات دي كلها أمور لها تعرف بتليسكوب ولا بماكريسكوب ولا بمعامل ولا بمختبرات ولا بأفران ولا بحاجة من الحاجات دي خالص وإنما هو بحث عقلي لا دخل للعلم المادي التجريبي فيه أبدا فأي معنى يبقى بعد هذا الكلام والذي قبله للفلسفة المادية التي تقيلها ماركس ذات يوم من الأيام بدافع انفرالي معين وأنت ترى أنما لسنا نحن الذين نزيح عنها لثامها الفلسفة الوهمية الذي يختبئ خلفه قدر كبير من الجهل والوهن ولكن الذي يفعل ذلك إنما هو أهل الدار نفسها فقد شهد شاهد من أهلها وكفى الله المؤمنين القتال أما تفصيلات هذه الفلسفة والنظر في مقبولاتها وطوانينها فلسنا الآن في معرض مناقشتها أو نقضها وهي على كل حال مقبولات لا تستند إلى شيء من البراهين العلمية وإنما تستمد سندها الوحيد من العامل الزرائعي وبيوسعك أن تقرأ تفاصيل ذلك كله في كتابنا نقض أوهام المادية الجدلية طيب خلاص نكتفي هنا ونكمل مرة القادمة أيضا في هذا الكتاب خلاص ثلاثة أربع صفحات دولة حكام المسبقة دايما الحجاب أمام الحقيقة يعني أنت لما تروح المنوفية مثلا معتقدا أنه دون أفرم ناس في الدنيا وبعدين حضرتك ماشي وبعدين قبلك واحد وعزمك عنده في البيت ما عمناش حاجة وبعدين بعد ما عزمك في البيت ما كانش يعني حاجة غير عادية يعني كان شاي وبسكويت وخلاص أنت متخيل أنه يتباح لك خروف مثلا أن أنت عندك فكرة مسبقة وهي أنهم إيه أكرم ناس الدنيا فده هيخليك إيه تزعل منه مع أن الراجل ما عملش معاك غير الواجب فهو أنت الأحكام المسبقة دائما إيه حجاب أمام إيه الحقيقة لما أنا أبقى أخذ فكرة عن كل مثلا الملتحين أن هم ناس أي حاجة أو أبقى أخذ فكرة مثلا عن كل طلاب الجامعة الأمريكية أن هم مثلا منحلين أخلاقية فده هيعمل إيه أو أني أبقى أخذ فكرة عن كل واحدة غير محجبة مثلا أن هي ولا بد أن تكون إيه فاسدة أخلاقية وهي عاصية لله في هذا الجانب البعدة من الأحكام المسبقة كل ده هيخليك ترى الأمور على ما هي عليه وليس كما تحب أن تراها وليس كما يريد غيرك أن تراها وليس كما تفعل الدعاية أن تراها وليس كما يقول الناس فتراها كما يرونها وهكس تفكير علمي كث وليس شيء ناخ ونجحنا مع طلابنا ونجحنا مع مجتمعنا بقدر ما نجعله يفكير تفكيرنا علميا بقدر ما نفكر تفكير علمي هتلاقيهم تديانوا لوحدهم عرفوا ربنا لوحدهم قابلوا الحقائق لوحدهم منش صده ينتبقوا أحد الشيو ينتبق مسائل الله أدلا من جديد جاي مثلا أحكام الكواتف المدرس دوران مرض حوالين الشمس والشمس مش هي مبهودة عطب ويطرح في حديثة بأسكر نص الحديثة ويطرح تجد نعرف أحيان من جون الكواتف ويطرح الحديث ويطرح الحديث ويطرح المشكاء ويطرح ويطرح حياتي شي من هذا يا فضل كما؟ دايز الوقت حتى بقى عقلا مدبر جدينا حتى هو كاتف الكتاب ويطرح كلها حاجات التشفر ويطرح كل أدوات يكونوا يتحقوا علينا كلم عجيب طبعا مصدره معروف عقليات معينة احنا أول حاجة بنحاول نرصخها في أذهان كلاة هو الرجوع إلى المتخصصين ولما نقول الرجوع إلى المتخصصين مش معناها أن المشايخ بيفهموا في كل حاجة دا يضب اللي احنا بنقول لما حلات درسك بوجعك لو جيت تقول لي يا عم الشيخ أنا درسك بوجعني يقول لك يا ابني عمل لك إيه رحي دكتور أسنان فهل قال المتخصصون هذا هم كفار يعني اللي اكتشف هذين الأمور كفار لكن دي أمور حسية دي أمور حسية ليس أمور عقلية علشان تقولوا الله دول كفار لا نتقوا في كلامهم وبعدين الحاجات دي مش مستخبية وبعدين اللي يعرف طريقة تكون المجامع العلمية والجامعات الهناك مجموعة من القرائن طبعا إن شهادت الكافر غير معتدرة لكن ده مش واحد ولا اثنين بالإضافة إلى قرائن أخرى وتجعلك تقول إن والله طريقة بناء المؤسسات العلمية عندهم تجعلك تتسق في كلامهم فإنت الآن ما ينفعش ترد هذا الكلام لمجرد أن أنت شايف كده أو لأنك والله بتفسر الآيات بعض الآيات القرآنية بناء على هذا أو بعض الأحاديث بناء على هذا هذه الأحاديث وهذه الآيات محتملة ما فيهاش تفسير خطعي وطالما أنها محتملة فيصح أن تحمل على ما اكتشفه العلم الحديث وإذا كان ما اكتشفه العلم الحديث يقيني يعني حس فلا يصح أن تصرف الآيات إلا إليه ودي من حكمة ربنا سبحانه وتعالى إنه مجعلش سيد النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن كل تفسير نظري تفسير قولي ليه؟ لأنها آيات القرآن من صفاتها المعجزة إن هي آيات لن تجد في يوم من الأيام في أي وقت من الأوقات مهما تقدم العلم ما يضادها أو ما يناقضها ربنا نزلها وصاغها بطريقة ما بحيث كلما تقدم العلم كلما لم تجد ما يضادها مش أقول لك لازم تجد فيها ما يوافق العلم الشرط ما يوافق العلم لكن الإعجاز في إنك مهما تقدم العلم مش تلاقي حاجة ضد ما في الآيات القرآنية مما يدل على إنها منزلها وخالق الكون واحد بكل بساطة آه الأدلة الحسية دي قدر مشترك بين البشر تعمل مع مطول صاعتها يكون مجدقة من الشرط حاول يعني حاول يعني سجود الشمس هل هو سجود حقيقي؟ يعني حتى قبل ما العلم يكتشف في حديث أو في رواية بتقول إن الشمس بتسجد كل يوم تحت العرش هل لما يتقلك إنت كده إن الشمس تسجد تحت العرش هل إنت بتخيل الشمس كائن لإيلين ورجلين وبيروح يسجد بنفس الكافية اللي تسجد أنت بها ولا سجودا يليق بها سجودا يليق بها فهي الحديث مؤول ابتداءا يعني محدش أبدا فهمه على حقيقته الذي هو سجود كالسجود بني آدم بوضع الجبهة على الأرض حج الكب فهي مؤولة بمعنى خضوعها لله سبحانه وتعالى بمعنى أن الله عز وجل ممسك لها في كل لحظة بمعنى أنها لا تطلع من ذاتها بمعنى أنها ليست فيها قوة ذاتية تخليها تشرق وتغرب بنفسها ولكنها في كل لحظة ممسوكة بالله سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ففي كل لحظة ربنا ما زال ممسك لهذا الكون مش خلقه وخلاه يتصرف هو دروته ده المعنى اللي كل العقلاء بيفهموه اللغة فيها مجاز اللغة فيها كناية اللغة فيها استعارة لغة العرب كده والقرآن برسان عربي مبين ففيه كل هذا فانت بقى هتيجي طبعا نفس الناس الجردولات يوم بيمكروا المجاز ما هي سلسلة سلسلة من الأخطاء العلمية التي تولدوا أخطاء في كل مجالات الحياة فنسأل الله له من هداية هنقول إيه الحدث عن العلّة الغائية سنقول وليس معنى سدنا غزير ظاهرة الكون على وجود الله أننا نعليل أفعال الله بالعلّة الغائية لا يستشاء من المجالات الكون والمصطأة الحقيقية إلى تحفظ ظاهات المعينة عند الله طيب الله عز وجل لا يصحه سبحانه أن نعليل أفعاله بالأغراض حضرتك تشتغل علشان تجيب فلوس أو علشان تشتري بيت أو علشان تجيب عربية حضرتك الصفر الجمع علشان تتعلم أو علشان تحسن وضعك الاجتماع أو علشان أي حاجة بتتجوز علشان تجيب أولاد أو علشان تقرف مراتك أي حاجة فإيه المهم أنه فيه علشان دي في أفعال مين في أفعال للبشر طيب هل يمكنه أن توصف إرادة الله عز وجل بهذا أبدا لا يصح الله عز وجل لا يفعل شيئا لغرض ليه إيه هو الغرض الغرض هو الباعث على الفعل الغرض هو إيه الباعث على الفعل هل ربنا في بواعث لفعله أبدا هذه البواعث منفية عن الله لأنك لو قلت أن ربنا في بواعث لفعله سبحانه وتعالى فهذا يعني احتياجه سبحانه وتعالى لباعث والاحتياج ليس من صفات الإله احتياج دليل العجز والعجز مناطب لمفهوم الألوهية وبالتالي لا نصف أو لا نعلل أفعال الله عز وجل بالأغراض طيب ما فيه شيكا في القرآن ربنا بيقولنا شرعت كذا من أجل كذا ده من أجلنا إحنا وليس من أجله هو سبحانه وتعالى واضح كده يا شباب فيه علم اسمه علم أداة بالبحث والمناظرة العلماء بيعلمونا إزاي ترد على الأفكار المنحرفة دي فيقول لك أول خطوة النقد إنك تهدم فكريتك فبتقول له أنت فكرتك الله دي فيها تحكم فتسكت بعد خلاص ما هدمته تعمل إيه؟ تعمل بقى تجيب المعارضة يبقى النقد مع ده الإيه؟ المعارضة تجيب الفكرة الصحيحة التي ينبغي أن تكون بالشرط حتى تكوني وانت تنقضي إنك مؤمنة بما تقولينه وانت بس بتبيني إن انت كلامك ده داخل في حيز التحكم فقط من غير ما تكوني ملتزمة لصحة الكلام اللي بتقولين أنا بس عايز ألف تنظره يعني أنا مش ملتزم بهذا ولا أؤمن بهذا لك أنا فقط عايز ألف تنظر وقول له خد بالك أنت في قولك هذا متحكم لأنك إذا قلت أن الحياة فيها نقيضين المادة والحياة عندما تختار منهما واحدا فأنت كده متحكم فأنت كده هنا لما فرضت القضية الأولى قال له لو أنت قلتك إن المادة والحياة الحياة من المادة يبدأك مع النقضين وفرض السكرة ده جي بعد كده قال له إما أن يكون حاجة واحدة فيجتمع النقيضان وهذا مستحيل أو تقول إنه ده غير ده فليه اخترت ده وسبت ده بكل وسط إما أن يكون معنى أن المادة ليست كما نظن المادة ليست كما نظن المعنى كده أنه ينفي هو يدي سفة الحياة للمادة أيه فيبتمع النقيضان أمان هو بيقول إيه ولا مفر لدى البحث ولا مفر لدى البحث عن أي معنى لهذا الكلام من فهم أحد معنايين فقط لا ثالث لهم إيه هو الكلام اللي إحنا عايزين نفهمه إنه المادة أصل الوبوض فليقول إن تبدو هذا الكلام كلامك ده ليه معنى من اثنين لهم شي ثالث المعنى الأول فإما أن يكون المعنى هو التزام هو التزام أن بين المادة الجامدة والحياة تناقضا المادة دي لها حقيقة ثابتة مستقرة تختلف تماما عن حقيقة الحياة وأنهما مع ذلك التناقض يعني والاختلاف تلاقيا بل كان الأول منهما منشئا للثاني وواضح أن هذا المعنى مكابرة لأنهما نقيضان فرص كده وإما أن يكون المعنى أن المادة ليست كما نظن نقيضا للحياة بل هما يلتقيان في حقيقة جوهرية واحدة فتحولت المادة عن أن تكون لا مادة وتحولت الحياة عن أن تكون لا حياة حتى تتحد مع المادة تماما وإذن فلماذا يسرون على أن أصل الحياة هو المادة ولا يقول أن أصل المادة هو الحياة فهم هما الاثنين التقوا وتحول كل واحد منهم عن أصله وَلَوْفَرَضْنَ إِنَّ النَّقِيدِينَ دُلَتْ صَحُّهُ أرَصْ كده؟ لو افترضنا إن النقيدين دُلَتْ اجتماعهم أصبح صحيحا أرصْ كده؟ هما تشت أن هما تنقيدين لكن فرض أن هما ممكن يجتمع هو هنا بيقول بل هما يلتقيان في حقيقة جوهرية واحدة يعني يلتقيان في حقيقة جوهرية واحدة يعني المادة زي الحياة والحياة زي المادة فخرجت المادة عن أن تكون لا مادة وعن أن تكون الحياة لا حياة فبرضو ترجع الاجتماع النقيدين برضو انت بتقول في مادة رأس كده؟ وبعدين بتقول لي التقوا ده احتمال ثاني التقوا فأصبح كل واحد منهم لا مادة فده نقيد الفرض الأول إن في مادة لما يلتقي بغيره ويصبح حقيقة جوهرية أخرى يبقى أصبح مادة لا مادة لا يوجد تضاب لا يوجد تضاب في تضاب وفي تنقض مادة لا مادة حتى لو سلمنا لهذا التنقض ماذا خلناك تختار من المادة يا أصر الحياة ولا بتقول إن الحياة هو أصر المادة حتى لو اقترضنا إن هذا التنقض واقع وسلمنا لك به وده الهوبي نقيد لا يعني في حاجة برضو بيسموها تسليم يعني ايه أنا كلامك هذا لا أقول به لكن هسلم إنه ممكن يتمع النقيضان ده احتمال يعني هو بيورد الاحتمالات الممكنة ثم يرد كل احتمال على حد لا مش احتمال ممكن هو احتمال ممكن في الناحية العقلية بس في الوجود العقلي وليس في الوجود الخارجي ما هو دي الخسمة العقلية يعني هو ايوه ما هو ليس كل ما يصرد في العقل وجده في الواقع اه بالظبط كده اه هو بيقول له أنا افترض انها بكون كده لا لهاش معنى غير كده زي بالظبط لما بيجي نفترض إنه إما أن يكون لهذا الكون إله أو ليس له إله فمش معنى هو افترض انه ممكن يكون ملهوش إله لا انا بقول العقل بس طيب سبحانك اللهم بالحمدك اشهد ان لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك من الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزتي عما صفون السلام عليكم والحمد لله رب العالمين نعم 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 نعم